هولاكو خنحفيد مؤسس الامبراطورية المغولية ولد عام 1217 ميلاديا عينه شقيقه مونكو الخان الأعظم حاكما على المنطقة الغربية من الامبراطورية فقض على الخلافة العباسية ثم أسس دولة الإلخانية على أراضي فارس بعد تفتت الامبراطورية المغولية النشأة والولادة ولد هولاكو تولوي جانكيز خن عام 1217 وهو الابن الخامس لتولوي خام ومنذ صغره عرف بهوسه واهتمامه الشديد بالحضارة الفارسية ورغم تلقيه تعليما مسيحيا على يد كاهن لم يصبح هولاكو مسيحيا بل بقي على ديانة المغول مثل والده ومع ذلك عرف عنه أنه كان مواليا وداعما وحاميا لهم ويرجع ذلك أيضا لأن أمه وزوجته كانت مسيحيتين العمليات العسكرية تكليف من الخام الأعظم منذ نشأة الامبراطورية المغولية وتولي مونكو الأخ الأكبر لهولاكو منصب الخام الأعظم وتولى هولاكو غزو المنطقة الغربية لأسيا وقمع الطائفة الإسماعيلية المعروفة بالحشاشين التي تحصنت في قلعة الموت ومهاجمة الخلافة العباسية بأمر من مجلس أمراء المغول عام 1251 عام 1253 انطلقه لاكو بجيش كبير قوامه 800 ألف مقاتل من منغوليا فعبر أولا نهر جيحون في آسيا الوسطى ثم حدود خانية الجاغاطي التي يرأسها الابن الثاني لجنكيس حتى وصل إلى بلاد فارس عام 1256 بحلول نهاية عام 1256 كان هولاكو قد استولى على قلعة الموت وفتح معظم قلاع الطائفة الإسماعيلية واعتقل إمام هارقنا الدين خرشه بن على الدين ثم أرسله إلى منغوليا وهناك أعدم بأمر من الخان الأعظم ثم تلا ذلك مذبحة شاملة لأكباع الطائفة الاستيلاء على بغداد وفي طريقه إلى بغداد حمله لاكو خان معه وصية أخيه مونكو التي قال فيها حافظ على قوانين جنكيس خان وقوانينه فيه الكليات والجزئيات وخص من يطيع أوامرك ويجتنب نواهيك بلطفك وبأنواع عطفك وإنعامك أما من يعصيك فأغرقه في الظلة والمهانة مع نسائه وأبنائه وأقاربه وكل ما يتعلق به وتضيف الوصية إذا بادر خليفة بغداد بتقديم فروض الطاعة فلا تتعرض له مطلقا أما إذا تكبر وعصى فألحقه بالآخرين من الهالكين فبدأ هولاكو مرسلات دبلوماسية مع الخليفة العباسي المستعصم في بغداد عام 1257 ميلاديا طالبا فيها استسلامه لكن المستعصم ورغم ضعف إنكانياته حينها رفض الخضوع ورد عليه هولاكو برسالة أغضبت الآخر حيث قال فيها أيها الشاب المتمني قصر العمر ومنظن نفسه محيطا ومتغلبا على جميع العالم مغترا بيومين من الإقبال فارد عليه هولاكو برسالة قال فيها حينما أقود الجيش إلى بغداد مندفعا بالغضب فإنك لو كنت مختفيا في السماء أو الأرض فسوف أنزلك من الفلك الدوار وسألقيك من عليائك إلى أسفل ولن أدع حيا في مملكتك وسأجعل مدينتك وإقليمك وأراضيك طعمة للنار فخرج هولاكو بجيشه من مقره في همدا باتجاه بغداد وبدأ بقصفها بعد عبوره نهر دجلة واستهدفت مجانيقه المدينة المحاطة بالصور من جهة البرج العجمي أبراج سور بغداد إلى أن أحدث فقبا فيه استباح هولاكو بغداد أربعون يوما وقتل أهلها وعث فيها فسادا ودمرها تدميرا كبيرا فشعر المستعصم بالله وقتها بالخطر وعمد إلى استعطاف هولاكو طالبا منه تنفيذ وصية أخيه بالحلم والرحمة بهم لكن هولاكو أبا أن يستمع له خاصة وأنه لم ينفذ طلبه حين أرسل إليه يطلب مساندته للقضاء على الحشاشين وهزم الخليفة المستعصم في المعركة التي جرت يوم 17 يناير كانون الثاني 1258 وسقطت بغداد في 10 فبراير شبا وقتل المستعصم وكان من عادة المغول أن لا يراق دم أمير أو ملك وقت غزواتهم فلفوا المستعصم في بساط ثم أمر هولاكو بضربه أو دعسه حتى الموت وبموته كانت نهاية الخلافة العباسية سقوط بغداد على أيدي قوات هولاكو خام والصورة بن كثير المشهد الدموي في بغداد قائلا دخل كثير من الناس في الآبار وأماكن الحشوش وقمي الوسخ وكمنوا كذلك أياما لا يظهرون وكان من الناس من يجتمعون في الحانات ويغلقون عليهم الأبواب فتفتحها التطار إما بالكسر أو بالنار ثم يدخلون عليهم فيهربون منهم إلى أعالي المكان فيقتلونهم في الأسطح حتى تجري الدماء في الأزقة ولشدة عنف هولاكو وقت غزوه بغداد العاصمة الثقافية والدينية للإسلام وقتها ظن أهلها يومها أنها القيامة فقد هدم البنايات والمستشفيات وألقى بالكتب في النهر حتى قيل إنه أسود من كثرة الحبر المسال وأشعل المغول النار في المكتبات فأحرقوا مخطوطات وكتبا نادرة وقيل إن أعداد القتل كانت بمئات الآلاف لكن النكبة الأكبر على المسلمين كانت في علمائهم وكتبهم ومخطوطاتهم وأحصى إذن بطوطة 24 ألف عالما قتلوا على يد المغول عموما عين جالوت الهزيمة الأولى خرج هلاكو من بغداد متجها إلى فربيجان ومنها إلى سوريا بادئا من حلب فدمرها بالمنجنيق بعدما رفض أهلها الخنوع حتى وصل دمشق التي سلمها أصحابها كي لا يحل بهم ما حل بأهل حلب إلى أن وصل إلى غزة على حدود مصر منتصف عام 1260 ميلاديا ثم بعث رسالة لسيف الدين القطز مع أربع رسل وطالبه بالخضوع والاستسلام وهدده بالقتال والقضاء على نسائه وأهله وكل من له صلة به وبالأده ورعايا لكن الممليك أعلن الجهاد ورد على هلاكو بقطع رؤوس رسله وتعليقها على باب زويلة وعندما وصل خبر قطع رؤوس السفراء الأربعة إلى هلاكو أمر نائبه في بلاد الشام كتبغى بتجهيز جيشه للرد على الممليك والانتقام للرسل الأربعة لكنه لم يتوقع أن جيشه المنهك من الغزو الطويل قد باغته الممليك بخطة تكتيكية في معركة عين جالوت فخارت قوى جنوده وانهارت عزائمهم وبدأوا الفرار إلى التلال المجاورة بعدما رأوا قائدهم كتبغى يسقط صاريعا فيه ساحة المعركة على يد أحد القادة المسلمين آخر حملاته بعد هزيمته النكراء التي لم يستسلها هلاكو حتى وفاته اتجه إلى منطقة القوقاز بين عامي من 1262 إلى 1263 محاولا الاستيلاء على المنطقة التي يحكمها ابن عمه المسلم زعيم القبيلة الذهبية بركة الخم فقد غضب هلاكو لإعلان الأخير حلفه مع أعدائه المملك وجرت معارك بين هلاكو وبركة ووصلت قوات هلاكو نهر تيريك وكان النصر حليفه حتى حينها ثم غارقت معظم قواته في النهر بعد انهيار جليد تحت حوافر خيولها فتكبد خسائر كبيرة جعلته يتراجع ويكتب نهاية تاريخ غزواته بلاد الإلخانية أسس هلاكو دولة إلخانة المغول في فارس ومقرها إيران وعاصمتها مراغت وهي تتبع للإمبراطورية المغولية اسما فقط وما لبث وأن تمددت دولته فشملت ولايات من جنوب القوقاز والعراق وشرق تركيا وحمل لقباء الخان هو ومن خلفه ويعني الخان التابع للخان الأعظم واستقلت دولته مع بداية تفتت الإمبراطورية المغولية عام 1259 ميلاديا ولولعه الشديد بالفارسية أثر على حضارتها وأدبها وأسلوبها الفارسي من عمارة وفن فما أن أصبح هلاكو خانا على بلاد فارس المسلمة حتى جمعا في ديوانه العديد من الفلاسفة والعلماء والحكماء الفارسيين وجعل الفارسية هي السائدة بدل العربية وفي فترة حكمه بن مرصد مراغة الذي أجرى فيه علماء المسلمين والمسيحيين وحتى علماء الشرق الأقصى أبحاثهم وقد كانت فكرة نصير الدين الطوسي الجانب الآخر منه هلاكو قيل إن هلاكو كان محبا للعلم والعلماء فقد وصفه مؤرخون مثل رشيد الدين الهمذاني وعطاء ملك الجويني بأنه محب للعمارة وللعلم وقال عنه الجويني في كتابه تاريخ فاتح العالم إنه هلاكو لديه شغف وميل إلى تعمير الخرائب وقال إنه كان يدمر ويعمر ويذكر أنه هلاكو أمر بإعادة بناء مدينة خبوشا وتمكن أهلها من العودة إليها بعد سنوات من الخراب كما ذكر الهمذاني في كتابه جامع التواريخ أنه كان محبا للعلم والعلماء فكان يقربهم إليه ويدعوهم إلى مجلسه وكان شديد الحب للحضارة الفارسية ويميل إلى الكيمياء والفلسفة رغم أن التاريخ كان قد نقل روايات عن دمار بغداد وعن قتل علمائها بعد دخوله إلى عاصمة العباسيين الوفاة مات هلاكو في 9 يناير كانون الثاني 1265 ميلاديا وعمره 48 سنة تاركا وراءه 15 ابنا وخلفه ابنه أباقى في حكم الدولة الإلخانية وقيلت في وفاة هلاكو روايتان الأولى أنه توفي بعد إصابته بالصرع والثانية أن انتصارات بيبرس المتتالية عليه عام 1261 ميلاديا أحزنته كثيرا حتى أصيب بجلطة في الدماغ مات على ثرها ودفن هلاكو على قمة صخرة ارتفاعها نحو 300 متر فوق سواحل جزيرة شاهي في بحيرة أورومية الواقعة الشمالية غربي إيران وكان التقليد السائد عند المغول أن تدفن جواريه معه ليخدمنا في الحياة الأخرى كما يعتقدون وكان هلاكو آخر أمير دفن وفق التقليد المغولية شكرا شكرا